لغة تفاؤل إيرانية رغم تأكيد الولايات المتحدة مواصرة سياسة العقوبات بعد اتفاق تبادل السجناء وزير الخارجي الإيراني ينفي أي علاقة بين الاتفاق وقضايا أخرى وتكهنات غربية إسرائيلية بتفاهمات أوسع بين الطرفين عمادها الملف النووي أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة الليلة من برنامج الخبر بقية يؤكد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان أن اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة تم وفق ما دعاها نظرة إنسانية بحتة وأنه لا علاقة له بقضايا أخرى ويشير إلى أن تحرير الأموال الإيرانية بموجب صفقة السجناء تلك تم بناء على مطالبة طهران بالإفراج عنها لأن توقيفها غير قانوني كما قال تصريحات الوزير الإيراني لم تبتعد في فحوها عن مضامين تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عقب الإعلان عن صفقة تبادل السجناء مع إيران قبل ثلاثة أيام واشنطن أكدت أنها ستواصل فرض جميع العقوبات على إيران إذن يؤكد بلينكين وعبداللهيان أنه لا علاقة بين صفقة السجناء والملف النووي العالق مع القوى الدولية الكبرى بعبارة أخرى ينفي الوزيران معلومات روجتها مصادر ديبلوماسية وإعلامية غربية وإسرائيلية قالت إن الصفقة هي جزء في الواقع من تفاهمات أوسع توصل إليها البلدان لتخفيض التوتر تفاهمات عمدت طهران بموجبها وفق تقارير غربية إلى تخفيض نسب تخصيب اليورانيوم في منشآتها وهذا ما نفته وكلت فارس على لساني مصادر إيرانية مطلعة كما نفت واشنطن علمها بأي خطوة إيرانية من هذا القبيل في اتجاه الآخر تصر المصادر على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن معني بتخفيف حدة التصعيد مع إيران لأهدف انتخابية كما نطهران معنية بالتوافق على حل لملفها النووي مع الإدارة الأمريكية قبل الانتخابات المقبلة لأسباب ديبلوماسية وسياسية واقتصادية نناقش في حلقة الليلة التكاهنات المتعلقة بتوصل البلدين لتفاهمات غير معلنة مهد لها اتفاق تبادل السجناء والأموال المحتجزة كما نسأل عن توقيت الاتفاق ومدى رغبة البلدين فعلا بخفض التوتر ومدى انعكاس كل ذلك على ملف إيران النووي نناقش هذه الزوايا وغيرها مع ضيوفنا ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط في واشنطن معنا كذلك محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق في طهران وكذلك الدكتور محجوب الزويري الخبير في الشأن الإيراني ومدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر سيد شينكر منذ أن أعرن عن هذا الاتفاق قبل بضعة أيام بين الولايات المتحدة وإيران كتب كلام كثير وثار التكاهنات عديدة أولا برأيك ما الذي جعل هذا الاتفاق ممكنا في هذه المرحلة مسأة الخير لكم ولمشاهديكم إن إدارة بايدن لم تزل تعمل منذ سنوات لإعادة الأشخاص الأمريكيين الذين يعتبرون أنهم احتجزوا ظلما في إيران إلى وطنهم وبذات الوقت تحاول إلى تحسين البيئة العامة لجعل المفاوضات أكثر سهولة مع إيران حول الملف النووي ولذلك هذه الإدارة تشاء في هذه المرحلة أن تطلق هذه الأموال أو تحرر هذه الأموال مع هذه الإنعكاسات المحلية لها الست مليارات دولار لإيران حتى ولو ستستعمل لأغراض طبية لغرض تحسين البيئة العامة للمفاوضات وإعادة الأمريكيين إلى وطنهم سيد شريعة مدار يقول ضيفنا في واشنطن في الواقع أن الأمر متعلق بطريقة أو بأخرى بالموضوع النووي يعني تحسين الأجواء مع إيران مما يسهل استئناف المفاوضات النووية لكن إيران تنفي ذلك كيف نفهم هذا التناقض؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفيك ولمشاهدي قناة العربي من دون شك شكل الاتفاق الأخير خطوة إلى الأمام في عدة أمور أو مسارات أولا على صعيد كسر الحصار الظالم المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران لأول مرة ترضخ الإدارة الأمريكية لطلب إيران للإفراج عن أرصدتها ثانيا على المسار التفاوضي بشكل عام بين البلدين وثالثا أن تدرك الولايات المتحدة أن التفاوضة مع إيران لا يمكن أن يتم وفق شروطها أو بضغوط منها وإنما إيران دائما تصر على مواقفها وهذا ما تم في الاتفاق الأخير كيف سيد؟ عفوان عفوان خليني أتوقف عند هذه النقطة موضوع الولايات المتحدة ترضخ وإيران تفرط شروطها الأموال الإيرانية التي أفرج عنها ستبقى في حسابات في دولة قطر وستفرج فقط عن الأموال لشراء سلاع ليست مشمولة بالعقوبات هذا تنازل كبير من قبل إيران في مجال سيادتها كما قال كثيرون نعم هذا ما تقوله وتطرحه المعارضة الإيرانية لكنه فقط للاستثمار الإعلامي سيدي العزيز لإيران مجموعة من النفقات وهناك موازنة سنوية إذا كانت هذه مثلا ميزانية إيران في مجال الغذاء والدواء 60 مثلا 50 مليار دولار ستصرف خمسة أو ستة مليارات من هذه الأرصد الموجودة في البنوك القطرية ويمكنها أن تصرف خمسة أو ستة مليار من ميزانيتها على النفقات التي تعدها الولايات المتحدة الأمريكية غير شرعية لذلك الموضوع ليس لا ينحصر أو لا يتحدث في أين تكون هذه الأموال إيران يمكنها أن تصرف ما تريد من ميزانيتها الدولية وهناك فقط تعويض أو تبادل في مكان صرف هذه النفقات هذا الموضوع أين تكون هذه الأموال أو أن تصرف فقط للغذاء والدواء لا يعني شيئا مطلقا بالنسبة لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية لأن بإمكان إيران أن تحرر أو تضع جزءا من هذه النفقات السنوية لما تريد أن تصرف عليه نعم يعني تلتف على هذا الاتفاق مع أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قال السبت لا لا تلتف على هذا الاتفاق قال إن رفع الحظر عن جميع أعلن رفع الحظر وقال إنها سنستخدم هذه الأموال لشلاء سلع غير خاضعة للعقوبات سأعود إليك لو سمحت لمزيد بالتفصيل بهذا الشان دكتور أزويري هل يمكن القول أن الطرفين خرجا في كما يقال بالإنجليزية وين وين دير يعني ربح الطرفين أم لا كما يقول ضيفنا الإيراني في النهاية خضاعة الولايات المتحدة للشروط الإيرانية في الحقيقة أخواء المسألة ليست خضوع الطرف للطرف الآخر المسألة مسألة الضرورة التي يقع كل طرف تحت الضرورة الإيرانية بأن هناك أموال وهناك حاجة للتعامل مع المجتمع الدولي وبأن هذه الأموال المحتجزة لا بد من سبيل للحصول عليها والبنسبة للولايات المتحدة النفق الذي دخل فيه الاتفاق بعد خروج إدارة ترامب أيضا لا يرضي الولايات المتحدة ولا يرضي إدارة بايدن الذي وعد بالعودة للاتفاق لكنه لم يستطع العودة بسبب تعقيدات تقنية تتعلق بالاتفاق ومساء الأخرى سياسية لذلك الاتفاق باعتقادي يجب أن يؤخذ في السياقات التالية أولا المناخ الدولي والإقليمي لا يسمح للطرفين أن يتخذ مواقف راديكالية الموقف العام هناك حالة من السيولة السياسية الدول تحاول أن تتراجع خطوات للخلف لابتعاد عن أي حالة توتر وبالتالي لا إيران يمكنها أن تذهب في مساحة التوتر ولا الولايات المتحدة مستعدة لمساحة التوتر لذلك التقت مصلحة الطرفين في أن يكون هناك اتفاق المسألة الثانية باعتقادي وهي ترسيخ قاعدة الحصول على المال مقابل السجناء هذه المرة الثانية تحصل فيها إيران على أموال وعوائد مالية لها لها بموجب الإفراج عن رهائن في مارس 2022 أفرجت عن بريطانيتين بريطانيين عفوا من أصل إيراني مقابل 534 مليون دولار كانت ديون لإيران يعني يعني مستحقة من قبل الحكومة البريطانية الآن نفس الكلام أموال محتجزة يتقدر بالمناسبة ليست في كوريا أيضا هناك بالعراق في بنك التجارة في العراق ويرشح أن يكون المبلغ ربما يصل إلى 10 مليار دولار لكن نتحدث عن سياق مختلف الأمر الثالث اعتقادي والمهم الذي يحتاج كل طرف وهو عدم السماح بالذهاب إلى الاتفاق النووي إلى نقطة العودة والصدام بمعنى آخر هم يعرفون سواء في واشنطن أو في إيران أن هناك طرفا اسمه إسرائيل يريد الدفع نحو مواجهة يريد الدفع نحو تعطيل الاتفاق بالكامل وجعله مشلول بالكامل مثل هذه الاتفاقات الجزئية تعطي المسار التوتر وهو الأمر الذي تحتاج إيران وتحتاج واشنطن خاصة إدارة بايدن المقبلة عن انتخابات وخاصة الإيران المقبلة عن انتخابات أيضا برلمانية في العام القادم كلام مهم وعلى ذكر إسرائيل دكتور بحجيب أزويري أعود إلى واشنطن سيد شينكر وسائل إعلام إسرائيلية قالت أن الاتفاق الأسرة في الواقع لا يشمل فقط الأسرة وإنما يتضمن بنودا تتعلق بالأنشطة النووية لطهران تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن الإيران وفق هذا الاتفاق التزمت بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60% فضلا عن تعهد بمنع الميليشيات العاملة في سوريا والعراق من مهاجمة القوات الأمريكية لكن واشنطن في من نصدق الإعلام الإسرائيلي أم أنتني بلينكين لا أعرف من من بين الاثنين على حق أعرف أن الإدارة الأمريكية توصلت إلى اتفاق لتحرير هذه الأصول الإيرانية أما عن خفط عمليات التخصيب سواء بنسبة 60% وقال فهذا أمر تعمل عليه إدارة بايدن منذ بعد الوقت لذلك لا أستطيع أن أتحدث إذا ما كان صحيحا في هذا الموقف في التحديد ولكن بالطبع هذا أمر هنا نتحدث عن صفقة ضخمة في واشنطن وهذا لا يتعلق فقط لدفع رهائن لواشنطن في الخارج ولكن لأن هذه الأموال التي ستحرر ستصرف على سلع غذائية أو أدوية للشعب الإيراني ولكن هذا سيؤدي إلى أن تصرف أموال إيرانية أخرى على حروب بالوكالة سواء كانت لحزب الله أو الحشد الشعبي أو الحوثيين في العراق وتطوير الصواريخ وإدارة بايدن لديها مشكلة في كل ذلك سيد شينكر يجب أن تكون لديهم مشكلة وهذا أمر إشكالي للغاية ولكنهم يريدون أن يفق تجميد هذا الاتفاق النووي والأولوية لهم هي أن يعيد الأشخاص الأمريكيين المحتجزين الظلما في الخارج هذه هي الأولوية ولكن تكلفة عالية جدا وأعتقد أن الكثير في الولايات المتحدة منتقدين لهذه الصفقة سيد شريعة مدار لا أعرف إذا ترغب في التعليق على ما ذكرت وسال إعلام إسرائيلية لكن هل برأيك أن إيران قد تكون توصلت الاتفاق غير رسمي كنوع من إثبات حسن النيات مع الولايات المتحدة أنه يجمد تخصيب اليورانيوم عند نسبة محددة مقابل التوصل لهذا الاتفاق وربما استئناف المفاوضات النووية أولاً أولاً السجناء سجنهم سجنهم لا يمكن أن يساوم عليها لسيما في مثلاً اتفاقات وقتية أو مرحلية كهذا الاتفاق الذي حصل مسألة الملف النووي الإيراني من أهم المصالح الوطنية العليا ولذلك إيران بقيت وتبقى تصر على موقفها في هذا الملف ولا يمكن المساوم على هذا الملف لهذه الأسباب التي تعتبر أسباباً مرحلية مطلقاً لذلك لا علاقة لهذه المفاوضات وللاتفاق الذي حصل بالملف النووي يمهد الأجواء أو يمهد الطريق أليس ذلك سيد شرعب مدر يمهد الأجواء يعني نعم من دون شك أي اتفاق أي اتفاق أنا قلت أولاً أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة إلى الأمام في مجال كسر الحصار على إيران في مجال المسارات التفاوضية من دون شك أي اتفاق يمكن أن يمهد لمفاوضات أنجح في المستقبل لكن إيران لن تفرط بمصالحها الوطنية العليا بسبب هذا الاتفاق المرحلي الوقتي الجزئي وتقدم تنازلات عن موقفها الثابت في مجال الملف النووي كما أعلن اليوم وزير الخارجي الإيراني أن إيران لن تقبل بحلول نصفية أو حلول مؤقتة مطلقا دكتور أزويري هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الأموال والسجناء هل تراه خبرا إيجابيا بالنسبة لدول المنطقة أو بعبارة أخرى كيف تنظر هذه الدول إلى هذا التقارب بين قوسين الأمريكي الإيراني بالنظر أيضا أو بعد المصالحة السعودية الإيرانية التي توصف بأنها لا تسير حسب ما تفق عليه بالحقيقة الأمور تكاد تكون في مساراتها تغيرت بشكل كبير جدا دعني أوضح المسألة بشكل سريع كان المفروض أن يكون مثلا اتفاق أبرهام فيه عزل لإيران لكن فوجئنا بتقارب سعودي إيراني وإيران حضرت أكثر في المشهد الأقليمي كان من المفروض أن يكون العقوبات الاقتصادية على إيران أكثر من دول الجوار لكن شراكة إيران مع الإمارات الاقتصادية تكاد تكون الأولى في المنطقة هناك حالة مقلوبة في الوضع السياسي ووضع الاقتصادي في المنطقة في الفترة التي ربما تكون خلال العام أو العامين الماضيات وهذا الأمر يمكن تفسير تفسير ما يجري في سياق وبعبارة أخرى هناك محاولة من كل طرف ليعادة التموضع ويعادة التموقع من جديد للتأقلم مع المشهد السياسي الجديد إيران تريد الابتعاد عن مشهد المواجهة لا تريد أن تبقى في حالة مواجهة مع دول المنطقة خاصة عندما كانت هناك أزمة في أذربيجان هناك أزمة الآن أزمة مع أفغانستان على مياه هلمنت وبالتالي تعدد الأزمات فيه استنزاف الوضع في سوريا ليس في صالح إيران لذلك هناك حاجة إلى وضع السلاح جانبا والحديث في لغة الدبلوماسية وأنا أعتقد أن ما جرى يجري في هذا السياق محاولة أخذ استراحة ما بين الشوطين أو ربما استراحة طويلة الأمد المسألة الأخرى التي يجب أن ننظر لها أيضا في هذا السياق وهو أن دول المنطقة بالتأكيد تريد حالة من الهدوء بالنظر إلى الآثار السلبية سواء كانت الوضع الاقتصادي ما تركه الوباء إلى غير ذلك وتريد أن تنأى بنفسها عن حالة من المواجهة كل هذه الدول لديها برامج اقتصادية تنموية تريد إعادة التنمية تريد بناء اقتصاداتها وبالتالي تريد مواجهة أزمة الطاقة تريد مواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي كلما تناقص أو قل صراع أو أزمة في قائمة هذه النزاعات كلما سرت هذه الدول لكن أنا أعتقد يكتمل هذا السرور عندما يكون هناك إرادة جدية وحقيقية في الذهاب إلى الهدوء في الذهاب إلى حالة من الاستقرار ومحاولة رضاء جميع الأطراف ما يجري الآن عمليا بين إيران وبين الولايات المتحدة هو محاولة تهدئة حتى يتم أولا مراقبة المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة المحافظون في إيران يريدون الفوز مرة أخرى بغالبية في المشهد الانتخابي الداخل البرلمان وبالتالي يريدون أن يقولوا بأنهم فعلوا شيئا للداخل الإيراني بعبارة أخرى هناك جملة من المصار تتحقق للبلدين لكن أيضا الإقليم يستفيد منه وباعتقادي أن الإقليم يحتاج إلى هذه المراحل من الهدوء ربما لإعادة قراءة وضع كل دولة مما يجري من حالة عدم اليقين في المشهد السياسي الإقليمي والدولي الحقيقي سيد شينكر الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة إرسال سفن حربية وثلاثة ألاف جندي إلى منطقة الخليج بيقوا سن لردع إيران عن مهاجمة السفن كما قالوا وبعد ذلك بأيام تعلن الولايات المتحدة إبراهام أصفقة مع إيران نفسها هذه الدولة نفسها هل هناك تناقض صارخ في سلوك إدارة بايدن أم لا هي تحاول بكل بساطة طمأنة حلفائها في المنطقة نعم تمت حالة من التناقض ويبدو كثيرا أن تعزيز وجودها في المنطقة من ناحية ومن ناحية أخرى السعي إلى خفط التصعيد ولكن أعتقد أن هذه الحالة هي هلامية جدا على الأرض لأنه حتى ولو كان ثم تبادل بدل السجناء تحرير أموال ولكن يبدو أنه ثم تصعيد في التوترات في الخليج العربي لا أعتقد أنه أمر جديد شهدنا في الماضي ميليشيات تهاجم قوى أمريكية في المنطقة ولكن أنا أعرف إذا كانت حلفاء إيران ستقوم ذلك بمرة أخرى وربما من هذا المنطلق بعثوا بمزيد من الجنود إلى المنطقة ليقوموا بحماية أصولهم وشعبهم هل تتوقع سيد شينكر أن تستمر إدارة بايدن في السعي إلى التقارب مع إيران وربما استئناف المفاوضات النووية حتى نوفمبر المقبل موعد الانتخابات أم لا وقتها ستكون إدارة مشغولة بأجندتها الداخلية هذه أولوية ثالثة الصين كونها الأولى والحرب في أوكرانيا الثانية وبالطبع الملف النووبي الإيراني أولوية ولكنه ليس الأكثر أولوية ولا أعتقد أن ذلك مرتبق بالانتخابات بالولايات المتحدة وبإدارة بايدن أعتقد أن ذلك أمر يريدون العمل عليه ولكن في البلايات المتحدة الكثير يعتقدون أن مع البند الذي ينتهي مع مرور الوقت حول الصواريخ الباليستية والحدود على بيع الأسلحة وما تنطوي عليها هذه الاتفاقية والخطة العمل الشاملة ربما لا يستحق العناء العودة إلى تلك الاتفاقية السابقة وإدارة بايدن تبذل كل الجهود ربما لإبرام صفقة أخرى مع الإيرانية والكرة في ملعب إيران ربما الكرة في ملعب إيران سيد شريعة مدر هل تعتقد أن إيران قد تستغل هذه الفرصة عام وأكثر من عام بقليل قبل الانتخابات الأمريكية للسعي إلى استئناف المفاوضات أم لا هي الآن اكتفت بهذه الأموال المليارات التي ستتدفق وتخفف عنها وطأة العقوبات والموضوع النووي لم يعد أولوية كبيرة قلت سابقا أن مسار المفاوضات حول الملف النووي يختلف كليا عن هذا الاتفاق الذي حصل إيران دائما على الرغم من كل الضغوط الأمريكية وخروج إدارة ترامب من هذه الاتفاقية وعدم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية لكنها بقيت ملتزمة بهذه الاتفاقية وبقيت تصر على المسار التفاوضي هذا أولا ثانيا يعني بالنسبة لمستقبل هذه المفاوضات إيران ما زالت تعمل أو تطالب باستمرار المفاوضات ورفع العقوبات الملف النووي الملف طبعا كما ورد في الاتفاق إيران تطالب بتطبيق الاتفاقية كما هي وعدم تجزئة هذه الاتفاقية ولن تقبل بحلول نصفية لكن هل بقي الملف النووي هو الأولوي أنا أعتقد أيضا أضم صوتي إلى ضيفك من أمريكا أقول أنه لم يعد الملف أو له الأولوية الأولى لأن الأولوية الأولى اليوم للإدارة الأمريكية هي ازدياد قوة إيران القدرات الدفاعية القوة الصاروخية المسيرات الحرب الإلكترونية هناك الكثير من التطورات التي حصلت حتى في مجال القوة البحرية قوة إيران في البحار وما إلى ذلك لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تدرك أنها كانت تريد أن تمنع إيران من امتلاك الطاقة النووية اليوم عليها أن تفكر الكثير بالنسبة للقدرات الدفاعية التي تمتلكها إيران والتي تحول دون أي تهديد قد يحصل من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لذلك نعم أنا أتصور أن اليوم الأهم من كل هذا هو الاختلال في موازين القوة في المنطقة الذي كان أمريكيا يعني تفوق الكيان الإسرائيلي على كل دول المنطقة وأن لا تكون هناك جيوش في المنطقة لها قدراتها ولها تفوقها على الجيش الإسرائيلي في حين أن اليوم حصل العكس نعم شكرا جزيلا لكل الضيوف محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط ودكتور محجوب زويري الخبير في الشأن الإيراني ومدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا ترجمة نانسي قنقر